اشتركوا في القناة من بيننا اليوم عديد من المشاركين من مختلف القطاعات لتحليل الحواجز الجندرية والذين سيتقسمون معنا الممارسات المثلة لتمكين المرأة على مستوى منطقة البحر الأبد المتوصل وهذه نتيجة الاجتماع الدولي للمرأة المنعقد سنة 2020 في سهر نوفمبر وسنركز على هذا المقال حول الشؤون الاجتماعية والمدنية ومسألة الرقمنا وثم مسألة قطاع الصيحة والمرأة أيضا في ريادة الأعمال ونقترح عليكم أن تبعثوا باقتراحاتكم وأسئلتكم عبر أيقونة سؤال جواب وهناك أيضا منصة أخرى رهنا إشارتكم كما ترون على الشاشة ومواقع التواصل الاجتماعي معنا وأعطي الكلمة مباشرة لسعادة السفيرة ماريسة فاروجيا من الاتحاد من أجل المتوسط سيدة السفيرة لكم الكلمة شكرا جزيلا أنا أصحاب السعادة سيدة المدعوين الكرام زملاء الأعزاء سيدة المشاركين أيضا افتراضيا طاب صباحكم جميعا بادي أبيب أتمنى لكم أن أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء الافتراضي الذي ينظم الاتحاد من أجل المتوسط وخصوصا عن زملاءنا من المفوضي الأوروبية والمتدخلين في هذه الحصة وإنه لا شرف لنا أن أحتضنكم في هذا الاجتماع الافتراضي ونشكركم مسبقا على مساهمتكم وعلى تبادل الأفكار فيما بيننا وبالإضافة إلى الأسئلة المتعلقة بالممارسة المثلة لردم الهوى على مستوى منطقتنا سنحاول تنظيم هذا اللقاء بأهداف معينة للإحتفال بذكر اليوم العالمي للمرأة وكما تعلمون فالمرأة على مستوى العالم سرعت في الاحتجاجات للمثهمة في تنمية وضمى المساواة على مستوى الرواتب والأعمال وأيضا للمطالبة بالحقوق الشرعية التي تعاني منها المرأة على مستوى العالم وهذا ليس صدفة ولكن إنه مبني على العلام التوازنات البنيوية أو الهيكلية بالإضافة إلى أن وضع التمكين المرأة في تطور مستمر إلا أن هذا التقدم ضعيف جدا وبوطيرة بطيئة هنا نتحدث عن المساواة بين الجنسين التي أثرت عليها أيضا جائحة كوفيد-19 بشكل كبير والتي فعلا أثرت سبيا على حياتنا وعلى اقتصاداتنا أيضا والواقع يبين أن آثار هذه الأزمة ليست حياديا خصوصا فيما يخص النوع الاجتماعي وكوفيد-19 ليست استثناء لهذه المسألة أما فيما يخص ما تم تحقيقه على مستوى هذا العقد قد تم إلغاء في ظل وفي خضم هذه الجائحة ومن خلال هذا الاجتماع الافتراضي سنحاول أن نتحدث عن التقدم المحرز في النوع الاجتماعي وتكافؤ في النوع الاجتماعي وما العمل الذي يلزم إنجازه مستقبلا وكعمل في قطاع الصحة أو في القطاع الزراعي فإن المرأة تشتغل بكل حماس ليس فقط للحدي من جائحة كوفيد-19 ولكن أيضا لضمان مستقبل متكافئ وشامل وحتى في ظل هذه الجائحة ولا أنه على الرغم من ذلك نلاحظ أن هذه النساء المتواجدات في الخط الأول في مكافحة ومحاربة هذه الجائحة وأنها مستثنات من مناصب اتخاذ القرار وهي وضعية غير مقبولة وطبقا لموضوع المرأة في العالم أو المرأة في الرياضة كعنوان لهذه السنة في ظل جائحة كوفيد-19 فإن العقادة هذا المجتمع مهم للغاية لرفع التحديات المختلفة والمتباينة التي تواجهها المرأة على الاستمرار وخلال شهر مارس سنتحدث أيضا عن وضعية المرأة من قبل الهيئة العالمية المعنات بهذه المسألة وبالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التي أنشئت منذ سنة ستة واربعين وتسعمائة ألف والموضوع بالنسبة لسنة ألفين وواحد وعشرين هو مشاركة كاملة للمرأة في اتخاذ القرارات في الحياة العامة للوصول إلى مساواة الجنسين وتمكين كل المرأة في مختلف القطاعات إن المساواة والتكافأ في النوع الاجتماعي لضمان تقدم مجتمعاتنا ووضعية المرأة أيضا وضمان تقدم مستدام والاتحاد من أجل المتوسط وضع نصب أعين تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في أولويات أجندته هذه الأجندة التي تم تصديق عليها من قبل الاجتماعي الوزاري الرابع المعقد في مصر سنة ألفين وسبعة عشر الذي حدد أربعة مجالات ذات أولوية في دعم وتعزيز وصول المرأة إلى مواقع القيادة ومواقع اتخاذ القرار ولتكون هذه الأجندة عملية فإن أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط التزمت باستعمال مجموعة مؤشرات موحدة لضمان تتبع هذا التقدم وردمي الهوى بين هذه الاختلالات ولمشاركة المرأة أيضا في اتخاذ القرارات وبفضل هذه الآلية فإن الاتحاد من أجل المتوسط يعترف بمدى أهمية الاستثمار في المرأة وخلق بيئة أو أنظمة بيئية متساوية نوعيا أو من خلال الجندر مركزا على المقطعات الأولوية الخاصة بالريادة المرأة والوصول إلى مواقع اتخاذ القرار من خلال الاجتماع الإقليمي الذي ضم أكثر من ثمانين مشاركا اتفقوا على أهمية التنسيق وتصبيع المعطيات المتوفرة هذا الاجتماع تم الاستداء من قبل نساء من أجل المتوسطيات وفيما يخص قيادة المرأة أو ريادة المرأة فإن المؤتمر أعطى دليلا آخر أن المرأة تتواجد في طليعة المحاربين في ظل هذه الجائحة وأن الممريضات مثلا اللواتي يمثلن خمسا وتسعة في المائة من مستخدم قطاع الصحة حيث أن تمانين بالمائة منهم تقريبا نساء وهذه الأزمة بيّنت لنا بأن هيئات اتخاذ القرار حتى التي وحدثت لأجل تدبير أمور هذه الجائحة لا تعكس توازنا نوعيا أو من حيث النوع الاجتماعي حيث أن 85% من 114 مجموعة التي تعمل على جائحة كوفيد-19 هم نساء إلا أن هذه القرارات وأغلب القرارات تتخذ من قبل الرجال وقد حدد خبراء خلال المقتمر حول تنمية الزراعية ضرورة تعزيز التعاون والشركة في هذا المجال وأن السياسات والأعمال التي يجب أن تهدف إلى تقفيض هذه الهوة بمساهمة كل الفاعلين وخصوصا المجتمع المدني للهد من آثار هذه الآثار السلمية لهذه الجائحة وضماني تخذ من مستدام مبني على كل هذه المؤشرات بالإضافة إلى أن هذه الجائحة يجب أن تأخذ في سياساتها وستراتيجية النوع الاجتماعي وأن المقتمر حول المرأة في الاتحاد من أجل المتوسط أيضا في إطار هذا الاجتماعي المنعقد هذا اليوم التركيز على ريالة الأعمال والعنايات العناية الصحية وأنه سيضم أيضا حوارات حول الحواجر التي تمنع المرأة من الرسول إلى مواقع الريالة والفتيات في منطقة الحوض البحر الأبيض وأن المتدخلين المهمين سيساهمون في إغناء هذا النقاش وهذا الحوار للدفاع عن حقوق المرأة والاستفادة من إمكانيات الرياضية والقيادية للمرأة بالإضافة إلى أفق المتنوعة والفتيات التي يجب أن تدمج في صيابة سياسات كل البرامج على مستوى كل الدوائر وفي كل مراحل الاستجابة لجائحة كوفيد-19 عند صحبيرها إن منطقتنا تضعف بسبب تهميش المرأة ومعارفها وموصول إلى أهداف تنمية المستدامة في أفق أجندة 2030 يجب أن تجعل المرأة في نفس مستوى الرجل وأن جائحة كوفيد-19 أثرت على هذا التكافؤ وفق وجهة نظرنا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في كل هذه ضمن هذه الأزمة العالمية لتكافؤ النوع بجماعي ووصول المرأة إلى مناصب اتخاذ القرارات لضمان المساواة بين الجنسين حيث يجب أن تعطي أولوية كاملة لهذه المسألة في كل البرامج الوطنية والإقليمية ومرة أخرى شكراً على مساهماتكم وأتمنى لكم حواراً ونقاشاً مثمراً وشكراً جزيلاً شكراً السيدة السفيرة مارسة فاروجيا بالنسبة على هذه المساهمة القيمة لقد أشرت إلى ضرورة العمل على المستوى الاستراتيجي الإقليمي والآن ستتطور إلا كانت هذه المحاجة مهمة على المستوى الدولي والعالمي والآن يشرفني أن أقدم لكم السيدة أولغا مارتين مارتين بوثالد وهي المنسقة للمساعدة الجنرية في إطارة عامة للسياسة الأوروبية للجوار في أنفوضية الأوروبية ستتقسم معنا الاستراتيجية الجديدة حول مخطط العمل للعالمي 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 لنسبة لأعمال الخارجية للإتحاد الأوروبي السيدة السفيرة لك الكلمة شكرا جزيلا على دعوتي لهذا اللقاء سأحاول أن أقدم لكم استراتيجية الجديدة الخاصة بالنوع الاجتماعي التي تم اعتمادها خلال شهر نوفمبر الماضي والتي تضم الأولويات الأوروبية بخصوص السياسات المعمولة بها كاستراتيجيات النوع الاجتماعي لفترة 2021-25 التي تم إدماجها لأول مرة في مخطط العمل حول النوع الجندري والتي تمت الاستشارة بشأنها من قبل العديد من الشركاء والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وكما تعلمونا جميعاً فإن مخطط العمل الجندري بالنسبة لكل المفوضيات واللجان الخارجية ولكن أيضاً ينطلق على كل الدول والدول الشركاء أيضاً لقد تم إحداثه بناء على دروس المشتقات من المخطط العمل السابق رقم إثنين وخلاصة القول لهذا التطور الذي تم إدماجه بالإضافة إلى إدخال الضروس المستقات على إثنى جائحة كوفيد-19 في كل هذا المخطط الجندري إذن لدينا عناصر جديدة لم تكن مواصفاً سابقاً أو في الماضي والإستراتيجية لمخطط العمل هذا حول الجندر أو النوع الاجتماعي أو المكافأة بين الجنسين كانت هناك رسائل ثم في الإطار المؤسسات تنمى تضمين كل الأهداف الإستراتيجية في هذه الوثيقة حول مثلاً كيفية الوصول إلى المساواة بين الجنسين والأعمال المستهدفة ثم همية التدبير الإستراتيجي على مختلف المستويات سواء المحلية أو الوطنية أو الإقليمية أو الدولية وكيفية ستحديد مسؤوليات كل الأطراف المشاركة وهذه الوثيقة تعلق بالمؤشرات المتعلقة بكل أتماث أو المواضع المهمات الأولوية وكما كان الأمر في مخطط العمل الثاني هنا أيضاً حددنا بالنسبة لكل هدف مواضيع محورية وأهداف معينة وأن من دبيات الدول أو بعثات الدول اختارت أولوياتها وحددت أولوياتها حسب كل دولة على حد وكيفية التقرير أو سياغة التقارير أولاً سياغة التقارير بهذا الخصوص فالأول مثلاً ركيز الأولى هو التزام من أجل المساواة بين الجنسين وتمكن المرأة بشكل فعلي ثم الموضوع الأساسي هو تعميم أسئلة المساواة بين الجنسين ووفق نتائج الأولوية واجد للأولوية والأولوية الأولوية التي نتكت من خلال المعطيات الأخيرة المتوفرة The second pillar for example is regarding strategic engagement at different levels and how we are going The importance of coordination and also cooperation in the field The third pillar is the seedy earnest of engagement But that will be presented later المنطقة الرئيسية الثالثة هي المجالات الرئيسة لهذا الالتزام ثم نقطة الرابعة تبادلات التقارفية وعلينا أن نعطي مثالا لنتحدث عن أهمية الرياضة بالنسبة للمرأة في مؤسساتنا ونقطة الخامسة المتعلقة بالمحاسبة وكيفية إيصال النتائج المحصل عليها حتى تكون لدينا نتائج شفافة وواضحة ثم ثم ركز الأولى هي فعالية الالتزامات من أجل المساوات بين الجنسين أن تأكد بأن كل أعمال لها مقاربة تحويلية لإهتمام بأنصر المساوات بين الجنسين هناك عدد التقاطرات في هذه المبادة الرئيسة في هذه المجلسة مع تركيز على الموازنة المسؤولة مسؤولة. G1 and G2 is 85%, but we will have to have also a target that we have to increase theà what we have for. So all the countries they should have at least a G2 transformative action every year they need to have one high level dialogue that is focused on gender equality. المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة So this is a document, it's going to be a live document that will have theations. They have to finalize the document by July. They have to send it to headquarters. And they will provide in 2023, they will provide some updated person as well. And this document must be done in coordination with the United States, but also with consultation with women's organization, with the national government, in order to identify which are going to be the main areas of work under the period of the General Assembly, which are going to be the objectives, I mean, the indicators of how they are going to work in this country, and how they are going to translate, I mean, or generalize. So another element that is also important is that under this General Fund is the partnership that we are going to establish with the different stakeholders and also at different levels. So the third pillar is the thematic areas of engagement. And I mentioned, I mean, under the previous General Fund 3, the two, we used to have only three areas, and now we have six. So we have incorporated, I mean, the issues of green transition and digital digitalization, because it has been also highlighted in the digital equality strategy, and we have integrated, I mean, the issue of women's peace and security. The area of sexual agropractic health used to belong to the first pillar before, but now it has its own pillar, and it's also mis-trained across the different pillars. So for example, the first pillar, the first thematic area that is ensuring freedom from all forms of gender-based violence, I mean, we are going to continue working on the legislative framework. I mean, we need to continue working on the access of the essential services. I mean, the full control also of women and girls to the side, really, on their sociality and the demographic health and rights, on the access to socioeconomic and psychological support, on issues on sexual and gender-based violence in fragile and humanitarian crisis situations, I mean, et cetera. So these are the specific objectives that under each of the thematic areas they have, and then you have the indicators in the document, the selection of indicators under each specific thematic objectives that each delegation they will choose, and they will have to report on the second pillar, I mean, the proportion of sexual agropractic health. It also deals with the enabling environment at the non-legal level, the political level, and also the improvement of the access to the services. That's the third pillar, I mean, the promotion of the economic and social rights and empowering women. Also, we are continuing working on issues on decent work, I mean, improving also the policy and legal framework in order to access to the care services, to access to finance services and products, the access to entrepreneurship, to managerial and leadership roles. Also, improve also, improve also, improve the access to safe and water and sanitation facilities, for example, regarding the four pillars, that is the promotion of equal participation and leadership. I mean, here as well, I mean, here as well, I mean, the specific democratic objectives have, firstly, I mean, enabled the conditions, not for women to participate in decision-making, in the decision-making of the different bodies. In proportion to the access to justice, and also to work, I mean, on the gender norms and attitudes and behaviors in order to promote, I mean, the equal participation and leadership. And also, we need to improve, I mean, and continue the collection of data, the sublimated data, and we have to improve the system. I mean, in order to have comparable data regarding, I mean, this concrete area. The fifth pillar is regarding issues of women's peace and security. So, this is their strategy. I mean, the democratic objectives that they have. Because what we used to do is that they used to have their own strategy. I mean, the women's peace and security. And the reports we collected the information jointly. But we used to have two different reports. And now it's going to be integrated for the first time. And the six democratic areas I mentioned is that the two new areas that have been mentioned in the EU gender equality strategy, so it's the green transition and the digital transformation. So, the four pillar of the general plan is the EU leads by example. So, here we have three areas. The first one is regarding, I mean, the improvement of the capacities and also the ownership. So, we need to continue, I mean, building the capacity of the staff by training, doing more analysis, more research, the knowledge service between the member states and also with the international organizations. We have to strengthen the capacity and the whole of the general point of the network that we have in place. And for example, regarding the gender responsibility leadership, this has been found out also to be very, I mean, a key element in order to move, I mean, the gender equality agenda. We will have mandatory training for moving management, including the head of the delegations. This is the novelty compared to the previous gap. And also, I mean, gender equality and women's empowerment is going to be assessed in the performance assessment. And this was not even after that before. And we will continue working on the gender parity in order to achieve the gender balance for managers. Regarding the third pillar, it's around, I mean, the accountability, so how we are going to do the monitoring and reporting. So, the internal pillar, we are going to do it on annual basis. And we will streamline, I mean, all the mechanisms that we have in place already for the annual reporting. So, we have, I mean, surveys, particularly the surveys for these and instruments. And regarding the thematic, we will do it only twice. So, in 2033, we will have to meet terms report on all the key areas. And we will have an N-term report on the key areas. The files with the list we learned on the premises. Thank you. Thank you very much, Mrs. Gonçaliz for this. Thank you very much, Mrs. Gonçaliz for these. Thank you very much, Mrs. Gonçaliz for this. وأعتقد أن هذه الاستراتيجية مهمة للغاية بالنسبة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع جواري في جنوب الحوض البحر الأبيض المتوسط وهي علاقات مهمة وصعبة للغاية على أساس أن نحدد أولويات تضمين الأولويات بالموازات مع ما تم تحديده من قبل الاتحاد من أجل المتوسط كما أشارت إلى ذلك السيدة فاروجيا وخصوصا لإعطاء أو لمنح التمكين الاقتصادي والاستقلالية الاقتصادية وتجميع للمرأة وتجميع هذه المعطيات ومتابعتها تعتبر في نظاري عناصر جوهرية يجب أخذها بعين الاعتبار والآن أريد أن أتأكد إن كانت هناك أسئلة من قبل المشاركين لدينا على ما يبدو بعض التعاليق حول ضرورة الحاجة إلى سياسات تكافر بين الجنسين مرأة والرجل بالنسبة لمنطقة الحوض البحر الأبيض المتوسط وهنا أطلب منكم أسئلة محددة حول كيف يتطبيق هذه الاستراتيجيات ما هي الآليات المالية التي توفر الاتحاد القربي في هذا الإطار نعم فيما يخص الآليات المالية نعم فيما يتطبيق هذه المنطقة الحوض البحر الأبيض المتوسط نعم في أحيان والدفع المنتوسط المصادر والإزراعات، مثلاً، صندوق التنمية الأوروبية والهيئات الأوروبية والهيئات الأوروبية التي تم تطويرها في المنطقة بالإضافة إلى آليات ومكانيزمات أخرى، إذن هذه المسألة تخصص الاشراكة مع المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية الأوروبية التي تم تطويرها إلى المنطقة الحيوية والمحاولية والمعارضة الأوروبية المترجم للغاية 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 والاقتصاد الرقمي أنا جهان بوطيبة وأنا أمينة عام بيزنس ماد وهي منظمة أرباب أعمال في المتوسط لدي ثلاثة أشخاص مع إذا كان هناك أي تأسئلة يمكنكم استعمال صندوق الداردشال تشات ونرى أن تأثير الكوفيد تسعة عشر في الاقتصاد الدولي كان عميق جداً هناك الكثير من المؤسسات التي أغلقت أبوابا هناك الملايين من الأشخاص الذين سيفقدون وظائفهم والنساء أيضاً أكثر من ذلك كما تعلمون فإن كان هناك تأثيرات اقتصادية عميقة جداً في كل القطاعات والقطاعات الرقمية أيضاً ولذلك فإن التقنيات الرقمية قد غيرت نوع العمل وكان لديها تأثير إيجابي في كل الفضاء الاقتصادية في العالم فنرى أن البنيات التحتية الرقمية يمكنها أن تدعم المرأة يمكنها أن تساعد المرأة من أجل الحصول على وظائف أفضل من أجل الحصول على المعلومات الاقتصادية والاجتماعية ولذلك هناك ثلاثة أشخاص يتكلمون عن تأثير الرقمية على النساء والنساء في العالم المؤسساتي وكيف يمكن للعالم الرقمية والآليات أن تساعد النساء من أجل خوض هذه المعركة الاقتصادية وما هو دور التقنيات الرقمية لدعم الاقتصاد وكيف يمكن هو أن يساعد من أجل المدينة ودخوض وكيف يمكن أن يكون أن يساعد المدينة المدينة والأجل التنمية والتنمية المبادرة حول الحوكم والتنمية سيد كوندي أولا هل يمكنك أن تتكلم عن العوائق الموجودة قبل الجائحة التي لن تمكن النساء من الأعمال هل كان هناك ما هي التدابير التي يجب علينا وضعها من أجل مساعدة المرأة ودور الرقمنا الآن بعد الكوفيد 19 كيف يمكننا أن ندعم إمكانيات النساء بالنسبة للتدريب الرقمية من أجل منحهن الطريق للأعمال وأتقدم أعطيك الكلمة شكرا جزيلا أنا سعيد جدا بوجودي معكم هنا أريد أن أشكر الإتحاد من أجل المتوسط وزاعدة السفيرة في الهجية لتاحة الفرصة لأتكلم هنا شكرا لحشد كل الأشخاص الموجودة هنا من أجل إيجاد طرق العمل سوية من أجل أن نتقدم سوية بالنسبة للمساواة بين الرجال والنساء على المدى البعيدة في المنطقة المتوسطية بالنسبة لتمكين المرأة وما هي الفرص المتاحة للمرأة وأيضا بالنسبة للتنمية الاقتصادية في المنطقة المتوسطية كيف يمكننا أن نتأكد أن هذا التقدم هو فعال وتكلمت سيدتي عن دور المرأة الأساسية ونعلم أن في المنطقة المتوسطية فإن مشاركة النساء في القطاع الاقتصادي هي ضعيفة جدا في المنطقة الشرق الأوسطية نرى أن فقط هناك نسبة مشاركة للمرأة في القطاع الاقتصادي 19.7% وهي أضع النسبة نراها في كل العالم فليس هناك وجود مهم للنساء ولذلك يجب علينا أن نعمل من أجل حل هذه المشكلة هناك أيضاً أمور أخرى يجب علينا أن نعمل عليها وهي مشاركة النساء في المؤسسات فكيف يمكننا أن ندعم دور المرأة كرائدة أعمال أيضاً من أجل أن نحسن هذه النسبة نسبة النساء في ريادة العمل التي هي أضعف نسبة في العالم وما هي كيف يمكننا تفسير ذلك وما هي العوامل المختلفة التي يمكننا أن ندرسها ونحللها فهناك عامل مهم جداً يجب علينا أن نتكلم عنه وهو التمييز القضائي كما تعلمون أنه في الكثير من البلدان هناك تمييز قانوني لأننا لم نصل إلى المساواة القانونية بين الرجال والنساء بطبيعة الحالة فإن الوضع هو مختلف من بلد إلى بلد آخر وأنا أعتقد أن الرسالة الأهم هي أنه يجب علينا أن نرى العمل الذي تقوم به البلدان المختلفة من أجل التقدم بذلك وأن ننقل هذه الدروس في بعد البلدان أو الصياقات المختلفة وليس هناك وجود للنساء في بعض القطاعات المختلفة ليس هناك دعم لقدراتهن في بعض البلدان نرى أنه هناك عوائق وعرقيل من أجل الحصول على التدريب المتعلق بريادة العمل ويجب ويجب علينا أن نعمل على هذا الوضع وكل هذه الجوانب ولكن هناك أيضا مفارقة نرىها في البلدان المتوسطية من جهة نرى أن هناك وجود للفتيات في التعليم العلي وفي الجامعة فكل هذه الفتيات مهيئات من أجل العمل ولكن من جهة أخرى نرى أنه ليس هناك طرق لإيطاح الفرصة لهؤلاء الفتيات للعمل وهناك أيضا عامل آخر يتعلق بالقطاع الخاص فليس فقط القطاع الخاص نرى نسبة ضئيلة جدا لوجود النساء فيه ولكن أيضا نسبة ضئيلة أيضا للفعالية هذا القطاع الخاص في المنطقة ولذلك يجب علينا أن ندعم القطاع الخاص بشكل عام ونعمل بشكل متوازي على المساوة فنرى أن حجم القطاع الخاص في المنطقة المتوسطية وضئيل جدا إذا قررناه بحجم القطاع الخاص في المناطق الأخرى في العالم وإذا وضفنا لذلك أن نسبة النساء ضمن هذا القطاع الخاص هي ضئيلة جدا فسنرى أن لدينا مشكلة بالمقارنة بالمناطق المختلفة يجب علينا وضع أسس من أجل مساعدة النساء للعمل ومن أجل العمل على التوازن بين حياتهن الشخصية والحياة المهنية وكما قالت السيدة فروجيا فإن النساء عبر هذه الجائحة جائحة الكوفيد 19 قد تعرضنا لتأثيرات كبيرة جدا فالنساء لعبنا دورا مهم جدا في مكافحة تأثيرات الجائحة ومساعدة العائلات فإن تأثير الجائحة أيضا كان عميق جدا في الابتصاد الغير الرسمي وكما تعلمون فإن هناك وجود مهم جدا للنساء في هذا القطع الاقتصادية وكان هناك أيضا شيئا آخر يجب علينا أن أخذه بعين الاعتبار وهو التأثير السلبية لجائحة الكوفيد في القطع السياحي وكما تعلمون فإن هناك وجود مهم جدا للنساء في هذا القطع فكل هذه العناصر المختلفة حالة دون أن حالة دون أن يكون هناك مساعدة للمساء ولكن هناك بعض العامل الأخرى الإيجابية أيضا فهناك هناك سياسات جديدة تضعها البلدان المختلفة من أجل مواجهة تأثيرات الكوفيد السلبية وذلك شيء مهم جدا قد تغيرت السياقات هناك سرعة أكثر بالنسبة لإدارة الأمور الاقتصادية وأيضا بالنسبة للدعم المالي للخدمات الصحية وأيضا المؤسسات النسوية أيضا ونرى أن هناك الكثير من المؤسسات والجمعيات النسوية في البلدان المتوسطية التي تستفيد الآن من هذه المساعدات ونرى أيضا أن هناك مشكلة أخرى خلال هذه الجائحة وكانت مشكلة العنف ضد النساء التي تزايدت و فإن الآن نرى أن هناك خطط في البلدان المختلفة من أجل إعادة دعم الاقتصاد بعد ذلك ونعتقد أن ذلك فرصة مهمة جدا هو باب مفتوح للنساء من أجل الاستفادة من ذلك وأنا أقول أن المشاكل هي أن هناك نسبة ضعيلة جدا لوجود النساء كان هناك تأثير عميق جدا سلبي لجائحة الكوفيد النساء تعرضنا للكوفيد أولا و أيضا تتكلمين سيدتي عن ما يمكننا عمله الآن وتتكلمت عن مثلا العلاق القانونية ولذلك أول شيء أعتقد أن على البلدان العمل عليه يعاد صيبة الأطر القانونية من أجل تحت الفرص المساواة بين النساء والرجال ومن أجل فتح الأبواب للنساء فهناك الكثير من الإصلاحات التي رأيناها في البلدان المختلفة يمكننا أن نتعلم من هذه الخبرات المختلفة من أجل إصلاح الأطر القانونية هناك ممارسات جيدة جدا يمكننا أن نراها في المنطقة هناك معلومات عملية هناك الكثير من ممثلي المجتمع المدني الذين قاموا بعملنا مهم يمكننا أن نستفيد منه أيضا ويجب علينا الأعمال من أجل تسهيل الوصول إلى سوق العمل للنساء يجب علينا أن ندعم الحوار الاجتماعي بين العناصر المجتمع المختلفة أيضا ويجب علينا ولكن كل ذلك سيستند على استراتيجية شاملة هذه الاستراتيجية الشاملة ستكون الهيكلية والركيزة لكل خطط العمل وكل المسيرات المختلفة وأيضا يجب علينا أن نعمل لدعم النساء بالنسبة لريادة الأعمال ونحن نعلم أن للنساء قدرات هائلة لا تستفيد المجتمعات منها ولذلك عبر تمكين المرى عبر سياسات التمكين أيضا يمكنها أن يكون لديها تأثير إيجابية لا أريد أن أنهي كلامي بالتكلم عن أشياء سلبية فنرى أن هناك الكثير من الفرص يمكننا أن نستعملها أيضا وأريد أن أنهي الآن بالتكلم عن الانتقال الرقمية فإن الانتقال الرقمية يتيح فرص هائلة جدا أيضا للنساء يمكننا نقول أن بالنسبة للرقمية هناك أيضا مفارقة في المنطقة فنرى مثلا أن من جهتنا هناك فرص متاحة للفتيات للتعلم ولكن هناك مشكلة من جهة أخرى لأنكم كما تعلمون فإن المشكلة المتعلقة بالرقمية هي أن كل المهن التقنية نرى أن ليس هناك وجود للنساء في هذه المهن وليس فقط في البلدان في بلدان الميناء ولكن أيضا في كل بلدان منظمة التعاون القصادية والتنمية نرى أن في بلدان الميناء هناك الكثير من هناك وجود مهم جدا للفتيات في الجامعة والمدارس ولكن لا نرى هذه الفتيات في سوق العمل الرقمية وفي المهن الرقمية وهناك عنصر آخر أيضا نرى وهو أن الهوى الرقمية هي كبيرة جدا بين الرجال والنساء في كل القطعة المختلفة وذلك يجب علينا أن نعمل من أجل حاله وسأقف كلامي هنا وأعطيك الكلمة سيدتي الرئيس شكرا جزيلا سيدة كوندي كانت هذه المداخلة مهمة جدا قد تكلمت عن أمور مهمة جدا تكلمت عن النقاش الحوار الاجتماعي في المنطقة فأنا أعتقد أن دعم الحوار الاجتماعي سيدة عبدورة مهم جدا في المستقبل ولانصعت الكلمة لسيدة إلين تيريس وهي رئيسة منظمة النساء رئيسة الأعمال في المتوسط وهي نائبة رئيسة الاتحاد الإسباني للمؤسسات الصغيرة المتوسطة هي نائبة رئيسة جمعية الشركات المتوسطة الصغيرة في كتالونيا وأيضا في أوروبا فالسيدة لديها تاريخ مهم جدا سيدة ماذا تعتقدين دور القطاع الخاص بالنسبة للوصول إلى المساوات بين الجنسين سيدة فليب أعطيك الكلمة شكرا جزيلا لتقدمتك أريد أن أشكر الاتحاد ناجل متوسط سعدت سفير فروج أريد أن أشكر لإتاحة الفرصة المتوسط ويشاهدون العالم لتعافيهات إيجابية. And I think five policies are the main point in this agreement and this new reneward partnership, and one is very important because it focuses on women. We have the green transition, migration and mobility, distance and security, resilience and prosperity and digital transition. This is the point that we are talking all day in this session about digitalization. لكننا في هذه الشركة الجديدة سنعمل أيضاً ونركز على تنمية النساء والشابات أيضاً فسنأخذ بعيننا الاعتبار الشباب والشابات والنساء في كل عمليات دعم الاقتصاد الذي سنقوم به عبر هذه الشركة المتجددة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية ونحن نحن نعم نعتقد أن هناك عناصر سلبية ولكن هناك الكثير من العناصر الإيجابية التي يمكننا أن نبتكز عليها من أجل مساعدة المرأة كما تعلمون فإن هذه الجائحة جعلت أكثر من ثلثة الأشخاص يعملون منذ منازلهم وذلك يشكل لهم لأن النساء كما تعلمون تقوم بالعمل المنزلي ولا يمكنهن أن تقوم بالعمل المهني فهنالك ثلاثة المشاكل ومخاطر متعلقة بالعمل من المنزل فهل تتعرض أيضاً إلى الانف المنزلي ولكن من جهة أخرى فإن العمل الرقمي يمكن أن يساعد المرأة من جهة أخرى لتكثيف وجودها في العمل وفي القطاع الخاص وكما قال السيد كوندي هنا لقى فقط 19% من وجود النساء في القطاع العمل وعبر العمل الرقمي يمكننا أن نحسن هذه النسبة ويمكننا أن نحسن أيضا الإنتاجية أيضا ويمكن للمرأة أن تعمل أكثر لأنها ليست مجبرة للتنقل وذلك مهم جدا أعتقد أن هناك الكثير من النقاط الإيجابية يمكنها أن تساعد النساء And as you asked me about the private role that we can do in the private sector Especially in this agreement, Renewal Partnership Agreement, Shelf and Liverpool with the European Union To support the private sector, especially SMEs, which also have a fundamental role to play For this is the first time that we consider that if we are not combining public and private sector, we are not going further along For this, we need to work together to support entrepreneurship and ecosystem We need to work together with social and corporate entrepreneurship and startups from any generation and mature The potential of the espora should be used more actively in order to transfer competence, know-how and technologies And contribute to the creation of business in ECB and the European Asshouther partners So, and I'll stop here Thank you, Mr. Renewal And thank you for all And we are going out of time, so we'll have to quickly A little bit of presentation But hopefully we have time for questions from the audience But before we have time for some questions from the audience Thank you, Mr. Farber And now I'll ask you a question A little bit of presentation A little bit of presentation She is also acting as a Tunisia steering committee member for Digital Arabian Network A platform supporting the digital transformation in the Arab world Mrs. Farber, how can we mobilize the potential of you And more specifically young women in the regional labor market Especially taking into consideration that the physical skills So they can do and now become the pandemic is down to it And now we will be the products that was raised by Carlos So the minority is so special In terms of being a very weird equation In the equation where we have the highest rate of female engineers in the world Where we have in a country like Kinesia Almost 60% of 10% of 10% graduates Like Tunis, 60% of women And they are typically over-performing men In their university results And then you have the startups that are founded by women in Indonesia And then the burden of the COVID crisis is like the women share of unpaid work It's 80 to 90% and it's not new It's not specific to the COVID crisis So women in C-level positions affect companies So 5% of C-level managers are women Which is actually very frustrating and annoying Because the potential is there but it's not possible However, exactly like Marielina I see a lot of potential potentials So we have the possibility to design a lot of power And we have the ability to design a lot of people So we have the ability to design a lot of people So let's say that the situation today is like We have the possibility to design a lot of people Because the people who were left out in the community Or a new place for the work So let's say that the potential of thegers As we leave the opportunity to design a lot of opportunities So everyone has the same act to the platform So the people have the same act to the platform So everyone has the same act to the platform So we have the same efforts to the platform So we have the same ways to bring women to go to the platform To bring women more accustomed to the people On the platform On the platform لتكون أكثر حضوراً في الشبكات الرقمية التي من شأنها أن تساعد على الوصول إلى الناس حتى يعلم الجميع أن كل من يمر بنفس الرهانات لا شيء مستحيل وبالخصوص الاستفادة من الفرص لتغيير المنظمات التقليدية في إطار هذا الجيل الرقمي واتباع معايير أكثر أفقية وأكثر مرونة تحتاج إلى زعامات ورياضات يمكن للمرأة أن تأخذها وتسير بها بشكل جيد وليست عمودية كما كانت سابقاً إذن بالنسبة لأنها فرصة للمرأة لتركز وتحصل على منصب ريادة أو قيادة هناك أيضاً الرهان الخاص بالحركية أو التنقلات الآن الجميع خلال هذا الحضر الصحي متواجد بالمنزل وهي فرصة للقول للمرأة وللنساء أن يستفدن من هذه الفرصة وأن تكون هذه الفترة كرافعة للانتقال إلى تحقيق هذه المعادلة وهذه الرافعة يجب الاستفادة منها ومن كل التحركات في الحقيقة وإسماع صوت المرأة ليس فقط الاكتفاء بيوتيوب أو فيسبوك ولكن العدد المستعملي في فيسبوك مثلاً العالم كله موجود هناك إذا كان لدينا صوت يسهل علينا الأمر أكثر مما كان عليه الحال سابقاً إذن هي فترة مهمة للغاية لمجابهة هذه الجائحة ومسألة التنقل أو الحركية التي كانت حاجزاً بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على قدرات وكفاءات عالية ويصعب عليهم مثلاً مغادرة بلدهم الآن ليست هناك هذه المسألة التي توصف بفقدان أو هجرة الأدمغة مثلاً على مستوى تونس يتعين علينا أن نفتح الأسواق الألمانية مثلاً لتقديم خدمات في تونس يجب الاستفادة من مثل هذه المبادرات ومن جانب الشراكات لدينا أيضاً صعوبة في الوصول إلى التمويل بالنسبة للشركات الناشئة أو استرطاب نحتاج إلى مزيد من المعطيات الدقيقة هناك فقط 2% من التمويل الذي يخصص للمرأة في منطقة ميناء أو شمال إفريقيا والشرك الأوسط وهنا يتعني علينا دعم وتعزيز القطاع الخاص بأفكار وتكتيكات وإستراتيجيات لاستفادة من هذه الرهانات لأننا نريد أن نقوم بشيء ولكن لخصاص في بعض الأفكار وهنا في هذا السياق أقترح أن الشركات الناشئة يجب أن تستثمر وتشغل على الأقل عدداً مسبة مئوية من النساء لأننا باستطاعتنا أن نسير كل دولار يتم استثمره في الشركات الناشئة التي تقودها المرأة أن يؤخذ بعين الاعتبار وأن لا نقتصر فقط على فخ عذر الجائحة وإذ يسهل أن نقول أن الجائحة في الحقيقة أوقفت وأجرت قطيعة ولكن رهانات عدم المستوى ليست نتيجة الجائحة فقط الفرص متواجدة ومتواجدة في أي مكان وعلينا أن نستغلها ونستفيد منها يجب علينا أن نواجه هذه الأمور وأن نعمل حتى تتمكن المرأة من الحصول على مزيد من منصب الشغل المهمة شكرا جزيلا شكرا سيدة أمينة أميل سعيدان كما أشرت لدينا بعض الأخير في أجندتنا وجده لأعملنا لهذا اليوم سنحاول الإجابة على الأسئلة المطروحة في هذا السياق سيدة سعيدان كيف ماذا تظنون حول بروز المقاولات أو الشركات الرقمية هل بإمكانها أن تعطي مزيدا من الفرص لوصول المرأة وكيف يمكن ردم هذه الهوة حتى لا تستثنى المرأة من هذه المقارنة ومن هذا الإدماج المالي التمويني نعم سأعطي مثلا سأضرب مثلا نعلم أننا في الفضاء المتوسطي ولكن يجب أن تكون نظرتنا على كل ما يجري في العالم برمته مثلا هناك رضوض أفعال مهمة للغاية خصوصا على مستوى الصين مثلا هناك مبادرات متعددة وكبيرة للغاية لإعطاء قروض بتعاون مع القطاع الخاص والقطاع العام حيث أن نسبة الفائدة منخفضة للغاية وهناك برامج خاصة لتسهيل الوصول إلى السلفات أو القروض بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة وهي مبادرة لدعم أكثر من عشرة ملايين شركة صغيرة أو صغرى لتشجيع المجال الرقمي بما في ذلك الشركات التي تسيرها النساء حتى يتمكن من الوصول إلى هذه القروض مدعومين بمنصات رقمية ومنصات لمنح القروض لأنه من خلال هذا التقييم الذي أجره الصينيون هناك واحد في المئة من القروض في المجال الرقمي للشركات الذي من شأنه أن يحدى من بعض هذه المشاكل والعوائق إذن يجب علينا أن نحاول وهنا أخص بالذكر تونس أن ندخل في هذه المنصات الخاصة بالقروض ولكن أمامنا رهانات علينا أن نستشرف خصوصا الحواجز التشريعية والتقنينية لأن كل الأمور مغلقة بالنسبة للقروض ويمنع مثلا لمن ليس له دعم معين هناك عدة حواجز وعراق إذن على البنيات تحتية أن تحدد هذه النقاط الغنى وأن 45% مثلا ليست لهم هذا التعريف وهذا مشكل في حد ذاته لأنه يضر بمنصات أخرى وبالتالي نحتاج إلى تعريف رقمي للوصول إلى هذه الأمور التكنولوجيا موجودة ومتوفرة ولكن هناك عراقيل وحواجز تعريفية يجب علينا اتخاذ تدابير للرد بشكل إيجابي لهذه الجائحة وخصوصا من قبل النساء والمرأة بشكل عام شكرا سيدة سعيدان والسؤال الثاني لسيدة ديفليبي ماذا علينا أن نجده لتسهيل بالمرأة المقاولة منغمسة في ريادة الأعمال للاستجابة عن طريق الموازنات العمومية بالنسبة لمرأة نعنو كأفا إمي لدينا أشرف لتمويل أول مشروع من أجل المتوسط لنساء شابات أو فتيات ومحدثات للمقاولات عن أساس دعم القدرات في عديد من المجالات كالتسويق أو الماركتين حتى يتمكن من مواصلة مؤنشطتهن وهناك مبادرات أخرى أيضا من قبل منظمات أخرى كالبنك الأوروبي للتعمير من أجل ضمان تكوين ودورات تدريبية لفائدة منظمتنا أفا إمي نحن في هذا السياق في الفترة الأولى أو الشطر الحول ونوصل العمل على مستوى شمال إفريقيا وشرق المتوسط أو الضفة الجنوبية بشكل عام ونحن خطوة متقدمة إلى الأمام في مجال رقمنا وأن نعمل ونركز بشكل كبير على الفرص الرقمية وهنا أعتقد أن الجائحة أعطتنا هذه الفرصة بكل صراحة شكرا 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 سيدة ماريا إلينا دفيليبي على الإجابة الملخصة والآن سؤال لسيد كارلوس كوندي بما أن ليست هناك معطيات هل هناك صعوبات لتتبع تعافي في ظرف الجائحة بالنسبة للمرأة والفتيات وما تقوم به منظم التعامل الاقتصادية والتنمية OECD في هذا الإطار سيد كوندي الميكروفون مغلق افتحه شكرا إنه سؤال جيد لأننا نتحدث عن تحسين السياسات ودعم سياسات جيدة وفعالة وهذه مسألة أساسية ونحن في حاجة إلى أنليات وميكانيزمات لقياس هذه المعطيات والدول التزمت الدول في أهداف التنمية المستدفة العالمية وهناك العديد من المؤشرات التي تحتاج إلى تجميع مزيد من المعطيات من قبل في كل قطاع على هذا ويجب أن نعمل في هذا السياق وأن نعمل المزيد عندما نتحدث عن المعطيات لا نتحدث عن إمتاج هذه المعطيات ولكن عن كيفية استعمالها وأن نعمل على هذين البعدين مع تجميع المعطيات وكيفية تحليلها بشكل جيد حتى نحدي ثآليات لإنجاز سياسات فعالة وناجعة على مستوى منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية الأوسي دي لدينا معطيات منفصلة وفقا للنوع الاجتماعي أو الجنب وهنا أعتقد أنه منذ سبع أو ثمان سنوات أنجزنا تقييما كليا شاملا لمحاولة تقييم البعد ومختلف المؤشرات إلا أنه في السنوات الأخيرة تبين لنا أن المسألة غير كافية ونحتاج إلى مزيد من العمل لتدعزيز هذه القدرات لدينا بوابة للوصول إلى معطيات خاصة بمنظمة التعاون الاقتصادية والتنمية وهي مهمة للغاية بالنسبة للتكوين والتعليم والحكامة والتنمية ونعمل على أساس إدماج تدريجيا كل دول ميناء أو شمال إفريقيا والشرق الأوسط نعمل في هذا الإطار مع المغرب وقد شرعنا أيضا في العمل مع مصر ولدينا وشراكة كبيرة مع تونس كما نعمل أيضا على مستويات ثنائية مع شركائنا في دول ميناء لتحسين الظروف والإحصائيات سؤال لم يكن مطروحا عليه ولكن يبدو لي مهما للغاية حول التمويل أو الدعم وهذه مسألة مهمة للغاية وأعتقد أن هذه الفترة فترة ثاقبة للحديث عن الاستجابة لجائحة كوفيد-19 بناء على المساعدات العمومية ومساعدات أو دعم من القطاع العمومي وأن استجابتنا للكوفيد يجب أيضا أن تبنى على النوع الاجتماعي أو على الجندر لأننا نلاحظ أن الجهود الحكامة في ارتفاع متزايد ومن الأهمية بما كان أخذ عين الاعتبار الجندر أو النوع الاجتماعي في هذه المسألة وهناك تحضير جيد وتمهيد جيد في مختلف الدول كم تونس والمغرب ومصر لدعم القدرات لإدماج الممارسات الخاصة بدعم المرأة وهي مسألة كانت ضرورية للغاية ولدينا مستجدات طيبة وسنرى مستقبل القريب كيف تتم هذه الأمور شكرا لكم متدخلين ثلاثة أعزاء ونريد أن نتحدث عن المنصة التي تم إطلاقها بالتعاون مع المفوضية الأوروبية ومراكز الشؤون الدولية وهي منصة للرياضة في الأعمال من أجل تشجيع الشراكة عن طريق مكاتب رياضة الأعمال الوطنية ولدينا معطية رقمية وتمكن أيثنة آلية الدردشة من أجل منح المرأة هذه الإمكانية ولكن يبدو أن هناك قلة وصول المرأة إلى هذه الأمور ولكن بخلق شراكات مع بعض الدول المتوسطية أعتقد أن المسألة ستكون فعالة ومهمة للمرأة وسأبعث لكم بالرابط على إيقونة الدردشة شكرا كارلوس، شكرا أميل، شكرا للمتدخلين والآن أعطي مباشرة الكلمة لأنا وأشكر الاتحاد من أجل المتوسط على تنظيم هذا اللقاء شكرا جزيلا على تسيركم لهذه الحصة وللمتدخلين على مساهماتهم وأرى أنه من جهة الرهانات متعددة وكبيرة للغاية خصوصا في مجال رياضة الأعمال في المنطقة المتوسطية حيث يتعين علينا بدل مزيد من المجهودات إلا أن رقمنا وكوفيد-19 تعتبر فرصة لتحسين هذه الأمور والآن سأقدم الحصة الخاصة بالمشاريع للمقام وهو مسلسل سيسمح بالمشاريع الإقليمية والمبادرات التي تم إنعاشها للحصول على الخبر الفنية والتقنية وفرصا أيضا لتبادل الممارسات المثلى على المستوى الإقليمي وهنا أريد أن أعطي الكلمة وقبل ذلك أن أقدم لكم سيدة فاطمة الزهرة وقال كاشا من سيد التي ستقدم لنا نتائج المشروعات المطبقة على مستوى المغرب وتونس والتي ركزت على أنشطتهن والآن أعطي الكلمة مباشرة لسيدة فاطمة الزهرة معك الميكروفون سيدة فاطمة الزهرة فاطمة فعلي الميكروفون شغل الميكروفون ميكروفون ميكروفون الم요كروفون لك الكلمة سيدة فاطمة الزهرة شكراً جزيلا لدعوة وتمكنني من إقتسامي تظاربنا العمى أعطي المشاركي مشروع لكينا مشروع لكينا سيدة فاطمة الزهرة ومموظو والتونس تحديم أعطيك المغرب حتما أنا المشاركي الأعطيق مجمع إذا أريد أن نفعل ذلك. أعتقد أنه سيكون هناك إذا يمكنك تشاركه. سأفعل ذلك. سأفعل ذلك. سأفعل ذلك. سأفعل ذلك. شكراً لك. سأفعل ذلك. سأفعل ذلك. سأفعل ذلك. هو عتذر مباخا في حالة انحدث شيء من هذا دعوني ابحث عن المداخلة من gran sounds, oh thank you very much. можешь م communicated okay great thank you. شكرا. Okay so the project i'm going to share with you today, uh is called WeInspir and we have implemented it throughout the last calendar of the year. If you want to move to the comment slide please. So we launched it in February, and actually it was the Re-Inspire Program was launched in partnership with the Union for the Mediterranean with a partnership and financing from the Norwegian Embassy. And its objective was to build the capacity of Moroccan and Tunisian women entrepreneurs and top-level managers within SMEs and MSMEs to allow them to grow their companies and create jobs. So you can move to the following slide, please. Can we, Ana, can we move to the following slide? Yes. So we had initially an objective of helping women create jobs and contribute positively to the development of their countries, to grow in their companies. And then, obviously, since we launched the program on February slash March, we were hit heavily, exactly like all the other organizations throughout the world, by the pandemic crisis and the restrictions. So we had to come by our program with other objectives that were not planned initially and include some objectives in relationship with the SMEs resilience and with some help to provide the entrepreneurs and the managers with tools that would allow them to better navigate the crisis. Can we move to the following slide, please? Yeah, so very quickly, and then we are going to move to the following one. So basically, we kicked off on February, and then we started the implementation on March. We – it took us a few months to select the beneficiaries, and then we implemented a training, mentoring, and coaching activities together with some networking activities to allow entrepreneurs, to meet with their like-minded entrepreneurs or the potential partners or clients. Next slide, please. Yeah, so basically, the mentoring program took place at the same time of the training and of the networking, and it's a little bit tricky not to have – to be able to move from one slide to the other. So it's basically the same content as for the previous slide. So if we can move to the following one, so we can talk more about how we implemented the contingency plan for the COVID. So as I explained earlier, the program was not designed initially to be able to to navigate the crisis, but we had to redesign the program in order to adapt to the new reality that was caused by the pandemic. So in-person activities were transformed into virtual activities. The scope of the program was changed in order to include activities that would allow women entrepreneurs to develop their resilience, to maintain jobs, to take advantage of all the measures that were offered locally by local government in order to help the entrepreneurs navigate the crisis. And we even changed the content of the training program in order to allow more focus on managing the crisis, more focus on the digitization of some of the activities and of some of the tools that were run by our women entrepreneurs. And obviously, the digital transformation to help them put very quickly on the market, some of the digital offerings that could allow them to sell their products even though they did not have physical access to their clients anymore. Can we please move to the comments? Yeah. So as a result, we were very, very surprised by the quality of the beneficiaries that we have been able to onboard on the program. 127 women and Tunisia beneficiaries were were able to join the program to put things into perspective. Our target was 100. But again, because we designed the program to become virtual 100 percent, we were able to accept the applications of more women than the target because we had no more limitation of the training levels capacity, etc. So in terms of activities, we have been able to offer 16 training and workshops to our beneficiaries to facilitate 530 mentoring hours between the beneficiaries and the mentors and to organize four networks and events. All of them were run virtually. As a result, our beneficiaries , we started to build a enterprise, while also being able to reduce the information of our communities within the pandemic. We started to create 150 jobs, which, in its system, have been a very pleasant surprise. And even for us, it was a very pleasant surprise because we had been able to build those projects throughout the whole year. And more than our workforce acesures, which, as a result of our project, could be the case for us and we The two numbers that are really also very interesting to share with you is that 99% of rocket beneficiaries were able to reach the forecast revenue of 2020 knowing that we collected the revenue forecasts at the very beginning of the crisis. The women beneficiaries were not yet aware that the pandemic was going to last so long. Everybody was expecting restrictions that would last between two or three months but the end of that for the whole year of restrictions. And even though there were no restrictions and even though the women beneficiaries had to face all the pandemic-related challenges, 99% of them in Morocco were able to reach the revenue forecast of 2020. And even more pleasant surprise was the level of revenue increasing within the Tunisian beneficiaries on surprises. 16.5% of them were able to increase their revenue in 2020 compared to 2019, even though despite all the challenges related to the pandemic. Now, if there is one key word I want to share with you today that helped us help our entrepreneurs to be more resilient during last year and even increase their revenues, maintain jobs, and create new jobs, it is the digital transformation. It is their agility and their capacity to very quickly offer to the market a digital value proposition and digitize their way of working that could allow them to reach out to their customers in a digital way, and that helped them overcome the restrictions related to the pandemic, and thus maintain their revenues at the same level or even increase it, and thus create new jobs. And by the way, most of the jobs that were created were related to digital marketing or to develop business development in the digital area, which is something that we are very proud of. And now, during this year, we are trying to build on this experience and on this success, and we have built a program around the digitization and the digital transformation of the SMEs, and we strongly think that this is the future in our region. Now, just for the last slide, one insight that I would like to share with you is that during crisis time, large companies, they do have the capacity or they do have the choice of saying, we either navigate the crisis or we take risk or we just wait until the crisis is over. When it comes to small enterprises, when it comes to startups, the major risk or the biggest risk they can take is not doing anything because not doing anything means that they are going to die within months. So during crisis time, SAEs, startups, small entrepreneurs, self-employed people are the ones who take the most risks. And our job, our mission is to help them minimize this risk and show them the different options that they have in order to help them better navigate the crisis. And I would like to take this opportunity before I close my intervention to thank Anna and all the colleagues that we have been able to work on, to work with during the last year from the Union for the Mediterranean for their flexibility and for giving us as much flexibility and space that we needed to adapt the program so that our program can adapt to the new reality that was proposed by the pandemic last year. So thanks to you and thanks to all the entrepreneurs who they lived in us and we spent all their time with us last year and allowed us to help them navigate the crisis. Thank you very much. Thank you very much, Fatira. We've got this insight from the kids that it's also encouraging in terms of seeing that indeed, despite the crisis, economic business led by everyone can produce a new job. and hopefully we can still work together for something easier. Because there is a possibility to extend also from the future of the activities. I will now give the floor for the second project that could be presented by Dr. Nuna Amara that she is the program management especially at the United Nations Development Organization to present the pilot project that will be launched this year in Tunisia. Nila, I give the floor to you and you will speak in French. Yeah, thank you, Anna. I don't know maybe if I should let some time to our attendees to turn interpretation mode for this communication that we did in French. So first of all, I would like to find the new program management for this, in fact, and for giving us this opportunity to present this whole program that we started in Tunisia in January and to share our my experience with this situation. and I will also take some minutes and I'll be able to speak to it also. So this pilot program is part of the program, which is larger, which is legalized by the UFM since 2015. the objective is to promote the women and the government in the Mena region. So all of you, Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestine, and Indonesia, these other countries. currently we are in the second and third stage of this program. And it is more ambitious as compared to the first stage. And this specificity of the second part is that it has a regional dimension to it, or a regional component to it. and we are working on it right now. And there are also some national components which are articulated through country action plans which were defined with an entry point, which was the selection of some criteria and elements in every country. and so we concentrate our efforts on the main problems that we have identified in each country in terms of the female entrepreneurial development, so access to market funding and also the implement of quantity and quality of protection in these different value chains. These plans are going to be built in order to integrate the Covid response with regards to recovering and improving the situation of companies. and we want to strengthen the digital capacities of women in order for them to benefit from the positive points. And also we want to strengthen the capacities, women's capacities in terms of circular economy. because perhaps seen that the value chain disruption after the Covid pandemic forces us to refocus this value change. This is the general framework. So thanks to the contribution of the work of our Brisbane. Today we have to have a program in Indonesia with natural cosmetic products. This is a value chain which was selected after the mapping that we did, the gender-sensitive mapping that we conducted. What is this value chain? Well, this is a value chain in which there is a strong female entrepreneurship concentration. And this was also confirmed by our gender-sensitive analysis based on different criteria. But now I cannot go into details. And this will be also quite technical. And this was validated by our national counterparts. This program started at the beginning of January. Where are we now? Where we are now working all the female companies in this sector. There are a lot of them. and we can find them almost in other regions in Tunisia. And we have these natural resources which are available quite largely. and so we have access or we have focus our action to facilitate the access to market for these companies. So in the first year, our intervention strategy aims at identifying the champions. So those companies that have a quick capacity of creating around them this training effect on the whole product value chain in the cosmetics market. So it is the strategy that we have decided. And in doing so, this year we will strengthen capacities in terms of digitization, digital marketing, but also certificates. and also compliance with the rules and standards for these companies. So this will be done with the activities that we conduct regionally. And so we work on markets and then we go back to our producers. And then we will launch back communication pipeline about women and industry. So that we can raise more awareness among women to tell them that industry is not a male's world and that they can also work in this sector. I would like to finish mentioning the challenges and the opportunities that we see in the framework of this program. Well, the challenges and the opportunities, of course, are mainly related to the COVID nowadays. We also changed our way, same things, which also gives us many opportunities. But in the short term, it's clear that we have this resistance in terms of investment because we are lacking some visibility. And we also have some difficulties in terms of international movements. But thanks to digital tools, we have the possibility of giving our technical assistance remotely. And this is really very lucky. Then about our sector, most specifically, we see that we have a lot of small companies with a very different level of skills and expertise. So we will need them to be more structures. And maybe we will need to move forward towards the clustering or creating consortiums for the export, creating protective alliances for those companies to better approach the market. And then, of course, we will need in our country action plans and in our interventions. will need to favor innovation and enable innovation in this sector by strengthening the access to technology and also access to funding and also we will need to strengthen the ecosystem. In terms of the opportunities, specifically for this value chain, well, this is a value chain that's in which products, natural cosmetic products are really increasing. And the COVID has strengthened this trend with the change in the consumption habits. People now like to buy more natural products and also have body products which are more natural. Then in Tunisia, we are quite lucky because we have bio-label which is recognized by the EU. And then we also have highest it where we pay for our territory to, as I said before, the quality and variety of natural resources. So the companies of these sectors are really well distributed over our national territory. So that's what we will do. That's what we will focus on in the next months to come in terms of challenges and opportunities also. I will finish with this. I'm here. If you have any questions, you have also my people on the screen. So thank you very much for your attention. and I'm here absolutely open to answer your questions about this program or the other programs in our community. Thank you very much. If you have any questions about your presentation, I have reached to English. Sorry, thank you a lot for your valuable contribution. I could not just mention that about your presentation, we will be shared on the website. and we will focus on the full report to these lines so that people can also add the possibility to have a look on your specific contribution. And as you mentioned, in both your presentation, digitalization is an opportunity. I will now introduce the second panel for the COVID-19 culture and I would like to to give the floor to this, Yasmin Zegirat, policy communication manager, Angela Policy and Women Empowerment for Conpoint at the Center for Advanced Mediterranean Economic Services. Yasmin, the floor is yours. Good morning to everyone. Thank you very much, Anna. We have a delay, so I'm going to directly to explain that I work in Sihiam, which is an integravental city in the Mediterranean area. And I am very hopeful to animate this panel of women in agricultural and the rural vision. I'm going to give the floor to our panelists in order to explain which are our challenges and how to recover from the COVID. and to remember the importance in the Mediterranean region that women have and have contributed to the rural economy and to the agriculture. They ensure our security, our full security, even though the inequalities. As all the crises, even the pandemic, these women have the importance because they have been in the center of the resilience of communities and families. And this is the reason why we have to take into account the women. is what decision we are going to enhance. We want to put the accent on the way of the decision-making of women in the rural areas that can lead to the rural infrastructure more resilient and having the food system more sustainable in order to avoid crises of all time. Without delay, I'm going to give the floor to our panelists. And I'm going to introduce them towards Dania Benchika, that is working in DFIDA, which is the national fund on the rural development and technical specialists on gender and social inclusion. It is a division that have important importance in Nadia has been in the territories on the Western Africa and has directed her co-ordinating programs in many, Liberia, and Sierra Leone. and she has worked in many public and private sectors. Afterwards, we learned to listen to Miriam Founir, which is a financial engineer. She has worked in the investment banks and has created a synergy, which is in order to get solar energy in Africa, developing innovative programs for the farmers, industries, banks, and we go from the consumption to the energy production. She will explain much more, and they develop projects in Algeria. She is an international speaker, very engaged in the women development. and she has got many awards of the high levels of the success of her realization. We have a pleasure to listen to Margarita Rico, which is professor of our Indian technical score in the University of Valladolid in Spain. She has focused on the rural development and specialized on the rural women and the contribution to the development in rural tourism. And recently, she has made research on the green farming with the sustainable forest and with very specific points. The debate is going to ask two questions of panelists. And I'm going to ask the first question, linked to a very new question, from your experiences and from your field of work. How crises as COVID have an impact on women in the agricultural or rural areas? And according to you, which priority, which measures can help to overcome the impact? Very quick, because unfortunately, we can't go to deeper details. But I want to like your point of view on the specificities in the rural areas in the crisis time. So I give you the floor in order to explain the post-COVID situation. Thank you. Thank you. Thank you very much for this opportunity. And I would like to thank the UFM to opportunity to give the floor and to speak a few words of, as the Ambassador Farajah has already said in her introduction. There is a common history. But I'm going to change into English. I'm going to change into English. That's all right. And as the crisis unfolded, the government are required to adopt a number of measures to actually control the spread of the virus. So countrywide lockdowns were introduced, business was closed, were closed, which led to a crushing of the formal and informal economy. So as noted before, the region of the Mediterranean is extremely diverse. So the crisis itself resulted in a wide range of impacts. It stressed pre-existing political tensions, exacerbated fragile situations, and deepened inequalities. So now if we just focus on the inequalities, vulnerable groups and women have been particularly disproportionately affected. And this has been the case for a number of reasons, and I will just mention a few of them for you. First is that the burden of unpaid care and domestic work have increased. This has been mentioned before already. But in recent study conducted in the region, 70 percent of women severely reported an increase in household short and child care duties compared to 59 percent of men. And specifically for rural areas, women reported that 60 percent of their time were dedicated to household short, but to unpaid work, compared to 12 percent of the time for the male counterpart. And now if we look at the time spent within the day, that 60 percent of the time of women accounts for 14 percent of 14 hours per day. So that doesn't leave a lot of time to actually pursue economic activities for which they should be generating income. The second important element is the disruption in public transport that is particularly affected through a household and community worker, including women, involved in off-farm working, because most of them rely on public transportation. It's been mentioned already earlier that the informal economy has been particularly touched as well. And this is particularly important for the informal employment in agriculture, where 96 percent of women are engaged, compared to 80 percent of men. And so those low-point jobs, when they are disrupted, is particularly challenging, given that, as we heard before, these are not protected by social protection, by social services. It was also mentioned that women entrepreneurs and micro-businesses have been hit very, very hard, for a number of reasons. With the reduce of demand, of course, a loss of cash flow, and they're also particularly involved in some of the sectors that were hardly hit by some of the long-term owners. We are referring to accommodation, food services, agriculture, forestry, and fisheries. For instance, a study conducted in Montenegro showed that for the first four months of the pandemic, the cumulative decline in net wage was $2.4 million for women. Similarly, a lot of women businesses actually reported that the cash flow itself decreased more compared to the businesses of men. And lastly, one of the big effects, of course, as we have mentioned, is the shadow pandemic. Women have been at a greater risk of gender-based violence. So now, to respond to the second question, when you ask what type of priority actions could be taken or could be addressed, there are a number of them. I mean, of course, equally important is to ensure that social growth policies are a right to prioritize the services to address the needs as well as the victims of gender-based violence. And that's already we see that has been addressing the needs of the communities. Equally important when we look at real economies is to ensure that assets are provided, that they do with packages, so that they do not miss on the calendar, on the agricultural calendar. Because, of course, if that calendar is missed, that can further exacerbate the first security in the rural communities. Other packages also have to be provided, so that those families can compensate as well for the loss of the income. And these would contribute to a revision to some of the fiscal policies, so that social protection services, as well as relief packages, are provided to businesses as well as families. and businesses can also support their financial services. Supporting her financial services also is important, because then, families and businesses can renegotiate and depend on their own terms. And the economic financial institution can also receive additional liquidity so that they are not for the stress of the measures imposed. And, of course, as we mentioned earlier, it is extremely important to what women are presenting at all different stages of the decision-making process, so that it can respond to specificity of rural women with different contributions to the economy. And then, just as a way of mentioning this also, those are some of the policies that can be addressed. Some priority actions have also been supported by EFRAC in response to this within the region, where EFRAC in collaboration will serve the government. And actually, we've prioritized some of the funding in the projects to respond to some of the priorities in the countries, and have helped the countries identify over some of the key areas related to asset production, digitalization, support for financial services, as well as promoting the messaging within the communities so that COVID-19 messaging, as well as some of the services related to equipment, salutation with actually in the hands of the rural communities. And I will leave it at that at the moment. Thank you. The sectors are essential. Thank you very much. Please, the context that you have very well summarized. But I want to put the same question to Margarita. For what I'm going to view, you are going to speak on the education and research. Who can research and tell us on the environmental policy and then on the crisis? I'm going to say that. You are going to look for the economy. It is a very important question. I call the government. As with the government, you will see that the economy of all countries are Asia. And that is, even if the cities areIlse, جداً وكل النساء في المناطق الزراعية والنائية لا تواجه المشاكل نفسها هناك سياقات مختلفة هناك دراسات مختلفة حول ذلك فهناك أوضاع مختلفة للنساء بالنسبة للوضع النساء ونرى أننا عندما ندرس ذلك يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار تعقيد الأمور المختلفة لذلك فإنه من المهم جداً أن نركز العمل على الدراسات عميقة وأيضاً وجود مؤشرات مختلفة من أجل أن نقيم الوضع في المناطق المختلفة فإن التحليلاتية مهمة جداً وعبر المؤشرات يمكنها أن تساعد الحكومات المختلفة لأخذ القرارات السياسية فإن التربية والتدريب مهمة جداً من أجل مساعدة المرأة لمصوري لعامل نرى أن النساء اليوم لديهم فرص أفضل لحصول على دراسات أعلياً وذلك لم نره في الجيل القادم الأجيال السابقة لذلك يجو علينا أن نتأكد أن هناك برامج تدريب أيضاً في القرى الصغيرة من أجل مساعدة النساء في التقدم في المناطق النائية في المناطق النائية في المناطق النائية وهو مهمة جداً قمت بدراسات مختلفة حول دور النساء في المناطق الغير الحضرية فإن النساء في المناطق الغير الحضرية فإن النساء في المناطق النائية هي قاعد مهمة جداً من أجل دعم النساء في المناطق المناطق الغير الحضرية نستكشف أنشطة أخرى كانت طلب عليها حديثاً كالسياحة تجربة الوطنية الأمة التي تجربة التموحل الاتفاديات الفيديوية ترجمة نانسي قنقل من المنزل إلى المنزل المرأة استطاعت أن تعمل انطلاقا من المنزل حتى في مناصب الشغل أكثر كثيرا و تأهيل ترجمة نانسي قنقل من المنزل مرأة استطاعت أن توقفت الهرباد والميطان ترجمة نانسي قنقل من المنزل المترجم للقناة ويسرح أن بيولوجيا نحن رأينا في الرجال ولكن نحن قائد هذا التغيير في الرجل عند المراهقة المرأة تعيش تغييرات أكبر من الرجل عند فترة المراهقة وبعد ذلك الرجل له فترة استقرار بسبب هرمون التستوستيرون ولكن المثبت للمرأة فالتغير مستمر ومتماصل وعلى أساس أن كل شهر فإن فيزيولومية المرأة تتغير بسبب دم الحيض وفي لالة تسعة أشهر عندما تكون المرأة حاملة جسمها يتعرض أيضا لتغيرات متوالية مرة أخرى عندما نقترب من سنة اليأس أيضا لديه جسدنا يعيش تحولات مهمة للغير إذن من الضيب والطبي ولكن أيضا حتى من قبل العلماء الاجتماع وفي للمرأة الاجتماعين لديهم وألغتنا لديهم ببعض المرأة تدريجي لأننا نعرف كيف نعتني بالمرهقين والأشخاص في السن ويجب أن نعتنى بأننا نعتني بوطني وأن نواصل أن نكون رائدين في هذا العمل على أساس حماية بيئتنا وأن الأحدث ي Outro ذات الشيخ كانت هذه المقدمة لدينا أحد الأشفاء لأننا نعود إلى مصرر الزراعة لأننا نتشاهد إلى مصرر زراعة بما أننا نعود إلى مصرر زراعة لأننا نتشاهد إلى مصرر زراعة التي ستسقي هذه الأشعار أو النباتات التي زرعوها وإذن يجب أن نشير أيضا إلى أن المرأة كانت دائما ماشيطة في المجال الزراعي سواء في القطف أو في زراع أو في الامتال وبالتالي النقطة الثانية هي الوصول إلى التمويل أو المسعدات المالية وإنها جائحة كوفيد تسعة عثار في الحقيقة أثرس علينا بشكل كبير ولكن نبقى متفاهلي بأن العالم سيكتم العناية به من فضل بفضل النساء أيضا. شكرا على هذا تقلين سيدا مريم تصرح ثاقب ومنطقي ولكن أطلب من فضلكم لكل متدخلات ثلاثة تختبوا بكل حجال ومنطقنا أو بإيجاز تقل أن المرأة تضمن أمن الغذاء ومنطقنا أو تتحرك في قبل أمام الغذاء ومنطقنا أو تتحرك في الوصول إلى الحقيقة ترجمة نانسي قنقر 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 إنه يجب أن تكون هناك خطط إجتماعية لتقييم وقياة هذه المعطيات حتى نتمكن من مراقبة وتتبع النتائج وهذا رائع مهمة لإنها نتحدث أن نتحدث أن تكون قديمة سيدة مريم ، أنني أريد أن نتحدث أن نتحدث عن أجل المضارعين والمزارعات 7 hectares of the bio in order to have two different farms. The access to financing and there are some tips that I want to give you. كله سيستم الوظام المالي ومن ومن غير الناس في المقارب الأمس لا يطلق للمشاهدة للمشاهدة هذا هو مبتعد لذلك يجب أن نتطلق الناس وما تكون هناك مزاوات التجمعية أيضاً الأممساوات الجميعية لأرجمة نظامنا هناك تجربة ونقرأ كثيرا على باقي الوقت وفي أعجب الحلوات للمقرأة المقرأة من الموضوع التي ستجربها من البقرأة بحول مواضية ودماء جميعاً أجب أن تكون لكم شكراً لكم بقية. Thank you. Thank you, Yasmin. Thank you to all the participants. I'm really so sorry for this disruption. And I promise you that in the framework of the next, we will give you a special praise and we will be able to develop these issues. Thank you, Yasmin. And thank you, Ana, for this opportunity to be here. And welcome, everybody, to this panel tree of women and health care sector. So my name is Ana Rita. I am a gender-based violence technical officer at WHO. and it's really an honor to be here with you moderating this panel with such a distinguished guest and our owners. So just to put it in the red framework. In the past year, COVID-19 hit the globe in front of one of the most difficult challenges. And the pandemic exacerbated COVID-19. And the pandemic exacerbated social inequalities. And highlighted the disproportionate impact that emergency didn't have an emergency. And on health protection and social economic stability of women and girls. and everyone has been there with fun. And so from one side, the crisis I got this, تمثل عشر في المئة من القوى العاملة في القطاع الصحي ومنظمة الصحة العاملة العالمية ركزت على هذا العلام التوازن في نسبة مشاركة المرأة في القطاع الصحي وهنا وجبت إشارة إلى أن المرأة أيضا يجب أن تكون في مواقع اتخاذ القرار وأن يكون توازنا في هذه الهيئات المختصة باتخاذ القرار وخصوصا في المجال الصحي أخذ بعين الاعتبار للفوارق المتواجدة وهي في الحقيقة حاجز كبير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية إني لساعدة بتسير هذه الحصة مع هؤلاء الضيوف المميزين معنا البروفيسورة أغنيس بوزين من منظمة الصحة العالمية مختصة بالشؤون العالمية علاقات المتعددة الأطراف بما في ذلك مع الاتحاد من أجل المتوسط وقد كانت وزيرة فرنسية أيضا للتضامن من سنة 2017 إلى 2020 ومعنا أيضا دكتورة روكا دهات وهي مديرة تنفيذية في منظمة جلوبال هيلث للوصول إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال الصحة العالمية وتمارس أيضا الطب في مستشفى بواشنطن دي سي مرحبا بكي طب صباحكم ومعنا أيضا الدكتور ديلي وهي ممثلة في المغرب منظمة الصحة العالمية مختصة في الصحة والتنظيم الصحي مرحبا بكم جميعا في هذه الحصة أمامنا قليل من الوقت أتمسوا منكم أن تتحدثوا بإيجاز في إجاباتكم إذا كان بالإمكان السؤال الأول في المقدمة أشرنا إلى الفوارق في الرياضة بسبب جائحة كوفيد-19 كيف يمكن ردم هذه الهوة إذا كان بالإمكان أن تعطينا إجابة من خلال مقاربة منظمة الصحة العالمية شكرا للاتحاد من أجل المتوسط على هذه الدعوة وإنه لشرف كبير أن أكون بينكم هذا اليوم في الحقيقة التحقت بمنظمة الصحة العالمية في فترة حيث جائحة كوفيد-19 أبانت الاختلالات الكبيرة بين المرأة والرجل في قطاع الصحة وأعتقد أنكم تعلمون وتعرفون هذه الأرقام ويتوضح الوضعية بشكل عام 70% من النساء يشتغلون في قطاع الصحة ناشطات في اليوم الحالي ومقابل 25% في مناصب مسؤولية أو مناصب اتخاذ القرار بالنسبة للمرأة وهذا اختلاف كبير بين القطاع العادي أو المعيار العادي وقطاع اتخاذ القرار أو المسؤولية الكابرة وقد عندما نطلع على مجموعة العمل التي أحدثت لمحاربة جائحة كوفيد-19 فإن أغلب هذه المجالس الاستشارية أو هذه الفرق لكبابة التي سعدت الدول على في هذه الجائحة مكونة من الرجال وتمثيلية النساء كانت قليلة ومهمشة المرأة في هذه المجالس إذن بطبيعة الحال ضرورة إحداث سياسات تنكب على دراسة جذور هذه الاختلالات في المساواة إذن سواء كانت سياسية أو ثقافية أو اقتصادية وفي بعض الأحيان حتى دينية إذن يتعين في إعادة بناء بعد الجائحة أن نعتمد سياسات المساواة بين الجنسين في كأولى اهتماماتنا لتحضير إعادة بناء فعال أو إعادة بناء الأنظمة الطبية الأكثر مرونة وهذا يمر عن طريق أنظمة العناية الأولية أو التغطية الصحية العالمية التي تم الحديث عنها خلال اليوم العالمي للصحة وأيضا عن الموارد البشرية يجب أن نعتمد سياسة خاصة بالموارد البشرية بالمساواة بين الجنسين ليس فقط بالنسبة للمناصب الأكثر تعرضا ولكن أيضا في مناصب المسؤولية ومناصب اتخاذ القرار فالمرأة تتعرض كممرضة وكمهتمة بالعناية في دور العجزة تتعرض أكثر للمخاطر إذن يجب أن نغير صيغة الحديث عن المرأة ليس فقط مسهلكات للعناية أو مقدمات لهذه العناية الأولية ولكن أيضا هن حاملات للتغيير ومن خلال الحصة السابقة فللمرأة هذه القدرة على التفكير والتأمل في التغيير وأن تكون محركا لهذا التغيير إذن على كل الدول التي تريد أن تحارف وتكفح ضد هذه الجائحة على أساس المساوات في كل المجالات سواء في العناية أو التطبيب أو غيرها أخذن بعن الاعتبار عاني الجندري أو النوع الاجتماعي وأن يدخل في أولويات المنظمات على كل المساويات من حيث الهيكل الجديدة من العمل على هذه المساوات وعلينا إنجاز تقييم هذه السنة وأن كل مؤسسات الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني أن يعملوا في إطار الاحتفال بذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية بيكينز وإشارة إلى أن المرأة محرك في مجال الصحة لهذا التغيير وإنه أشرف لأن أقدم معكم هذه الحصة إذاً هذه المبادرة جزء من ما أشارت إليه قبرة وهي حاضرة في هذه المنتدى من أجل نجاحي العمل المصرح صحيح للمرأة الذي انعقد بالمكسيك والذي انكبأ أيضا على عامل الجندري أو النوع الاجتماعي لماذا لهذه اللحظة مهمة لأن سنة 2021 تم إشارة إليها في جمع العام الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية على أساس أنها سنة دولية لعمال في قطاع الرعاية والصحة وبالتالي إنها المحظة بإعطاء هذا الأهمية للمرأة وتحسين رؤيتهن في هذا القطاع ولإنهاء مداخلتي أقول إن هناك ثلاث فوائد من هذه المسألة أن المرأة تعمل وتنكب على مسألة الصحة وتعتني أيضا بسحتها وهذا من شأنه أن يجعل ميهن الصحة أكثر إثارة بالنسبة للمرأة ويُعطيهن أكثر وضوحا وأن يتزنى بالعناية وتأهيل عدد في القطاع الصحيحة هذا سيساعد في تنمية وتقدمهن على حرم التراتب في المجال الصحيح ثم على الحكومات أيضا أن يتخذ خلال هذه السنة كل التدابير السياسية لتشجيع وتعزيز دور المرأة وبسبب هذا التجميع التي نعيشها أتمنى أن يكون الحال كذلك شكراً شكراً بروفيسور بيزون لقد كانت مداخلتكم غنية ومفهومة وسكراً جزيلاً أريد أن أشير إلى ما قلتم حول دور المرأة في الصحة ليس فقط مستهلكات وليس عاملات فقط ولكن نحن كنساء حاملات لهذا التغيير إذن هذا جانب مهم للغاية والآن أريد أن أعطي الكلمة للدكتورة ريبا لأن أطلب منها أن تتحدث لنا بخصوص هذه الأجندة المبنية على النوع الاجتماعي الذي يجب أن يتواجد على كل المستويات وخصوصاً على مستوى العاملات في قطاع الصحة دكتورة ريبا كيف يمكننا أن نعمل مع العاملين لإدخال وإدماج الرياضة الإيجابية بالنسبة للمرأة في تدبير وإنجاز العناية الصحية ولمحاربة النمطية ننسى أنكب على العمصر الخاص بالخلول عندما نتطرق إلى ريادة المرأة في قطاع الصحة يجب علينا أن نعترف أن نعترف بأن دور المرأة غير معتراً به في هذا القطاع وعلينا أن نغير صياغة حكاية أو صياغة هذه الأمور وأن نغير الصورة التي ينظر إلى المرأة فيها على مستوى المجتمع فهي في الحقيقة رائدة على مستوى جماعاتها أو مجموعاتها وفي القطاع الصحي يجب أن نرى أن النساء أكثر خبرة في هذا في ظل هذه الجائحة وأنهن يساهمن على أعلى المستويات أو إن ساهمن على المستويات فإن الدول التي يمثلهن كانت استجاباتهم وردودهم للجائحة مهمة وناجحة وفعالة إذن فمساهمة المرأة يمكن أيضاً أن نطبق على مستوى الجماعات حيث تمثل أغلب هذه الجماعات أو المجموعات وأنهن يتأكدن دائماً من وجود خدمات خاصة بقسم الولادة ورحنا الإشارة وأن خلال الجائحة اشتغلنا بشكل كبير لأجل ضمان تزويد مختلف المصالح الصحية بما يلزم ونلعب أيضاً دوراً مهماً في تصميم أنظمة الصحية والتغيرات في ظروف العمل وهي أمور تتطرق لأسباب جذرية لهذه الاختلالات مما يمنع المرأة من الحصول على مناصب كريمة إذن خلاصة القول هناك ثلاثة عوامل كما تمت الإشارة إليها سابقاً في المداخل السابق هو إننا إذا اعتمدنا هذه المقاربة وهذا استثمار في حد ذاته من شأنه أن يغفر رضوضاً ونتائج إيجابية سواء على مستوى خلق مناصب العمل خصوصاً في القطاع الصحي وفي قطاعات أخرى مرتبطة كالدقل والتربية والتعليم ثم أيضاً نعلم أنه إذا استثمرنا في هذا النوع من الأعمال والوظائف فإننا نحسن قدرة المرأة أيضاً له فعل مضاعف على العائلات أيضاً وإذا كنا بتقضية هذه المناصب فإن هذه قدرة على طفول منقاذ على الحدث ، وإلى الموضوع نحسن قدرة الموضوع جميع الموضوع وفي الوظائف التي تتظمن ه والوظائف والوظائف وفي الوظائف ومن وفوص نعجي المناصب المناصب وثم بأي لعائل والمسائل بالمعلوم وإنما العملاف المثاق المساوات العالمي. فخلال مثلاً سن 2000-1990 مرضمة العمل الدولية قامت بالتصديق على هذا البيان أو هذا المثاق. ونطلب من الحكومات الاعتماد هو التصديق على التفادي هذا العلم داخل عمل المهني. ونحظى بالتنقل إلى مستوى مختلف ومستوى المعايير الاجتماعية والفرضية والمؤسساتية والشخصية. ومن الأهمية بمكان نضرب الأمثلة التي تنجز وتحقق على مستوى العديد من الدول. لذلك هناك الكثير من التصورات من الناس لكل بلد على حدة وليكن هذا المثال. ولكن هذا المثال في كل بلد على حدة وليكن هناك دوراً يلعبه في هذا السياق وخصوصاً في الكطاع الصحي. المثال الذي تعاني فيه المرأة تحديد التعويل الجنبري أو النوع الاجتماعي وانطلاقاً من معالجة جذوره تبنياً لسياسات تصحيحية جذرية. وعلينا أن نفكر أيضاً في العمل بشكل جماعي وفي آن واحد وفي آن واحد وفي آن واحد وفي آن واحد وفي آن واحدة. رباً، وبالعاملين في عطاء الصحة وخصوصاً للمرأة وشكراً مفتموا بها هذه النقطة. شكراً إنك استلهام ومنظمتكم أيضاً استلهام لنا في هذا الفعل. بطبيعة الحال لن أستعمل الوقت المخصص للمتدخلين. ولكن عندما تتحدثنا عن أزمة الإدماج الكل. فالمسألة تتعلق برد فعل ونتجة إيجابية للمرأة فقط ولكن للمجتمع ككل وأن مسألة ضمان وصول المرأة إلى أماكن اتخاذ القرار ليس فقط لوضع التصورات ولكن أيضا لوضعها كرائدات على مستوى مجتمعاتهن وجماعاتهن شكرا جزيلا نقترب كثيرا من العمل الميداني والآن أكتب من الدكتورة ديلي كممثلة لمنظمة الصحة العالمية بالمغرب وجهة نظركم على مستوى بلدكم التي نعتبرها مهمة للغاية لتنبؤ بالسياسات المستقبلية التي يجب اعتمادها إذن على مستوى بعض الدول كيف يمكن للمرأة في خضم هذه الأمور أنتحض باستفادة من سياساتي المدمجة شكرا جزيلا أنا وشكرا لكل المتدخلات في الحقيقة لقد أشاروا إلى كل ما يمكن الإشارة إليه تقريبا على ما يتم على المستوى العالمي وعلى مستوى كل بلد لن أكرر ما تمت الإشارة إليه بخصوص أيضا الأنظمة والخصاص الموارد البشرية الذي يؤرق أيضا من حمل العمل النسوي أو عمل المرأة وأعتقد أن هذه الأزمة الصحية هي أيضا أزمة اجتماعية واقتصادية وقد لاحظنا أنه على مستوى المغرب مثلا هناك عنابيد تتضمن نساء يعملن في قطاع الصحة وهي مجموعة عمل لعاملات مثلا يقطفنا الفراولة ويتوت التي تم انتقل عادل شكل كبير إذا كيف يمكننا أن نلعب دور الرياضة في خضم هذا الصياق فالمقاربة المؤسساتية كما أشارت إلى ذلك حقا أعتقد أن أضيفة لقد قد أغطاء التالية وزونية المنطقة الضباء أننا أشغر بلقدوم لحظة التالية في هذا المنطقة الأفضل يكون لدينا المنطقة الضباء بالغرض تنظر this single woman on a panel or this single woman in a decision-making body or sort of pushing gender parity by bringing always the same women voices because they are prominent women versus they are only a few. أعتقد أنها إحدى اللقات التي يتعين علينا العمل على ضمانها بشكل رسمي وأن نتخذ هذه التدابير الغير الرسمية خصوصا يجب علينا أن نتأكد أنها جزء من مجالس أو منظمات التي تصهر على اتخاذ القرارات في هذا العطار وعلينا أيضا أن نتأكد وأن نقول للجميع بأن هناك نساء في كافة مناطق العالم بإمكانها أن تساهم بشكل فعال فمسأل سأقول مرأة غير تأخذائها نساء خادرات على إنجاز الفارق أيضا يجب أن نقول أن يكون هناك سلما للآخرين إذا كانت موقع رياضة وموقع اتخاذ قرارات يجب أن نرى كيفية تسهيل هذا السلم أو تسهيل تسلق هذا السلم للنساء أو للمرأة بشكل عام لتحسين ظروف وجودة الخبر والعمل والتجربة ولكن أيضا لضمان توازن السلطات والصلاحيات أن يكون متوازيا ومتكافيا فعندما نتخذ قرار على مستوى بأسنا وأيضا هناك جانب ثالث أريد أن أشير إليه وهي المقارنة النظامية التي يجب أن نعتقد عليها لحل هذه الخوارق قطاع الصحي هل بإمكان المرأة أن تشتغل في الأرياض مثلا؟ هل بالنسبة للمرأة أن تعمل في مناطق حيث تكثر الإصابات بكوفيد-19؟ هل بإمكانها أن تعمل أيضا في أحياء صعبة؟ نعم بطبيعة الحال بإمكانهن أن يعمل ولكن هل المسألة المقبولة وهل الرجال وهل النظام يقبل هذه الأمور؟ إذن هذه المسألة ليست رهين بكفاءاتهن ولكن ببيئة العمل وظروف نظام العمل الموجودة إذن فالمرأة أو النساء التي تم تكوينهن على غرار الرجال يتم تهميشهن وفي الحقيقة نحن مطالبات إذن بأن ننتهي في مواقع ومناصب شغل غير مريحة وهذا ما يجب أن نشير إليه وأن نعمل على تغييره شكرا شكرا جزيلا ليس فقط بالنسبة بشكل شامل ولكن أيضا شكرا لتكلم عن هذا المستوى الثاني في هذه الطاولة المستديرة وهو حول ما هي الحلول المختلفة ولذلك أريد أن أسأل البروفيسور بيزان من أجل أن تعطينا بعض التوصيات التوصيات الفعالة والعملية بالنسبة لكيفية مساعدة النساء في القطاع الصحافة هل يمكنك سيدة بيزان لأنك قد كنت وزيرة وزيرة من قبل في فرنسا وقد عملت في هذا الحقل فدكتورة بيزان ما هي؟ شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا سيكرا جزيلا من Habib م لكن المنظمة الدولية للصحة. يجب علينا أن نعمل على القاعدة السياسية والقاعدة السياسية تبدأ بإطار قانوني يجب علينا أن نضع إطار قانوني أن يساهم بدعم المرأة. لذلك لدينا أربعة محاور للعمل. الأول محور هو الإطار القانوني. هناك الكثير من العمل حول وضع قوانين من أجل محاربة تمييز المرأة. وبعد ذلك يجب علينا أن نعمل على الرواتب. يجب علينا أن تأكد أن هناك حصوات في الرواتب. أيضاً يجب علينا أيضاً أن تأكد أن هناك سياسات أيضاً تتيح مرونة للنساء من أجل الوصول إلى صوف العمل. ويجب علينا أيضاً أن نعمل على كل الأعوائق التي تتعلق بالعنف ضد النساء. التحرش الجنسي هناك. الكثير من العمل ليس لديها أي إطار قانوني من أجل محاربة التحرش الجنسي. وذلك عائق جداً سيدون هناك. اجتماعهم جداً على سعيد الدولي حول ذلك قريباً. ويجب علينا أن نعمل على الأربعة محاورة هذه. وبعد ذلك يجب علينا أن نعمل ضمن قطاع الأعمال من أجل تكييف أماكن العمل. ضمن قطاع الأعمال لمساعدة النساء. فيمكننا أن نعمل على الوضع كوطة. الكوطة ليس شيء سلبي. الكوطة هي مرحلة أول من أجل مساعدة النساء للوصول إلى محاور العمل. وبعد ذلك سيطيح الفرصة لنسائنا أخرى. ولذلك يجب أن نعمل مع المؤسسات التي تريد أن نعمل أعلى. من أجل أن يكون هناك مساعدة وتوازن بحجود النساء في المناصب العالية أيضاً. ويجب علينا أن نعمل على كيف يمكننا أن نساء الحياة والحياة والنساء في المناصب العالية أيضاً. سوازن العمل السريع هو العمل. نرى أن هناك الكثير من المؤسسات لديها الكثير من الخدمات لمساعدة النساء. بالنسبة لعائد الأولاد أو أي شيء آخر. وهناك الكثير من البلدان. جهاز ان نرى أن النساء لا يمكن أن تعمل مرة أخرى. لأنها ترد على egy bumps الى المناصب العالم. ومن هناك الشيء الآخر جداً وهي تقوم بأن هؤلاء النساء لا تقوم بأن تعمل على مثلاً هناك الخصوصية أخرى. بما هي الكثير من المناصب العالم. كثير من المناصب العالم. ويجب أن يكون هناك مقاربة شاملة لكل الهيكانية هذه النظرة الشاملة التي تأخذ بعنا الاعتبار كل العناصر المتعلقة بالعرقيل بحث ودعم المرأة شكراً شكراً سيدة بوزان لأتكلم عن كل ذلك عندما قلت أنه يجب علينا أن نضع قواعد متينة من أجل مساعدة النساء يجب علينا أن نضع تدابير مختلفة بالنسبة لي المساعدة في الرواتب وهناك سؤال للدكتورة بدالي من عبر المنظور الأقليمي ما هي الخطوات التي يمكننا أن أهضع على الصعيدة الأقليمية من أجل مواجهة الهوى بين الجنسين شكراً أنا أعتقد أننا قد كنا الكثير بالنسبة لي الجواب على هذا السؤال بالنسبة لي الموارد الإنسانية كما تعلمون يجب علينا أن نعمل على التوازن هناك نقص بوجود النساء ولذلك نحن نفكر بنقاط الوصل بين القطاعات المختلفة وأن نفكر بحلول مختلفة والحلول التي يمكن للنساء إعطائها بالنسبة لي العمل على سد السعرات بين الجنسين ويمكننا أن نعمل على صعيد الأقليمي ولكن أيضاً على صعيد الوطني ورصيد دون الوطني في المناطق المختلفة لأننا لا يمكننا أن وذلك ليس عمل مستحيل فمثلاً ليس من السهل العمل على العمل في المدينة فإن هناك الكثير من النساء التي تعيش فيها المناطق الريفية لا تريد أن تترك مناطقها وتذهب إلى مكان آخر ولذلك يجب علينا أن نعمل من أجل أن نتأكد أنه ليس هناك رحيل لهذه النساء أن هناك حلول على الصعيد المحلي ستساعد النساء وكل ذلك يمكن للحكومات المحلية أن تقوم به هناك تدابير كثيرة يمكنها أن تقوم بها هناك اقتراحات مختلفة أيضاً بالنسبة لوضع كل الحوافز لمنع رحيل النساء نعم ليس هناك حل واحد للجميع وعلى الصعيد الوطني هناك أوضاع مختلفة ولذلك يجب علينا أن نتأكد أن المنظور يأخذ بعين الاعتبار الصعيد المحلي والصياق المحلي أيضاً بالنسبة للحلول المختلفة هناك الكثير من الملاحظات الإيجابية تصلنا عبر صندوق الدردشة شكراً جزيلاً لكل هذه الملاحظات الإيجابية هناك سؤال ثالث وأخير سنعود لمستوى السياسات ما هي توصياتك بالنسبة للسياسات المختلفة التي يجب وضعها من أجل دعم وجود النساء شكراً شكراً أنا أنا سعيدة جداً بوجودي هنا معكم هناك إطار يجب علينا نغيره يجب علينا أن ندعم النساء فنحن نعمل على ذلك مع المنظمات المختلفة التي نعمل معها ويجب علينا وضع ركائز المساوات أولاً والدكتورة بيزان قد تكلمت عن ذلك يجب علينا وضع الركائز والركائز هي أطر قادونية فلي الحكومات دورة مهمة جداً يمكنها أن ترعبه فعبر هذه السياسات وتشابك السياسات أيضاً مهمة جداً وذلك سيتيح الفرصة للنساء من أجل التقدم أيضاً بالنسبة للمساوات لأننا لا يمكننا أن ننتظر من الطبيعة أن تقوم بالعمل وحدها فهناك كثير الحواف فإذا يجب علينا أن نعمل على وضع وركائز مختلفة وفاق الأخير فإننا يجب أن نعمل على نحن نعمل على دكتورات النساء عبر برامج تدريبية وأيضاً وأيضاً ورأينا بثلاناً أنه النجل وعلى فالدكتورة لأنها تدريبية فلقد تدريبية على جسد منذ مشكلتها في صداحات الأصل، ومشكلتها في يوسط للعمل عبر القناوات الألكترونية، وعلى ذلك، نحن يجب علينا أن تتكلم على المدفع المهن دول، وفي حاجة العثور، من الميزان الدولية، وويب علينا أن نتحدث في ذلك، لماذا نحن سألتك في العامل على تصدي الى سوارة أتركات التجاه الشركة؟ أBreav encrypted for these new talent and were really needed for many more of them to enter in with that that eighteen million health worker shortage العاية and Indulay butter is talking about we estimate this will end then after the pandemic so there are jobs that فهناك الكثير من الفرص المختلفة من أجل جلب النساء والعمل على إعادة إنعاش الاقتصاد هناك الكثير من القطاعاتية بحاجة للنساء وأيضاً يمكننا أن نرى مثلاً أن في قطاع الثقافة فالنساء يمكن هنا أن يلعبنا دوراً مهماً جداً في ذلك نريد أن نعمل أيضاً من أجل تغيير الثقافة المجتمعات نريد أن ندعم خبرة النساء هناك الكثير من النساء نروا في البلدان المختلفة لديها خبرة مهمة جداً ولكن البيئة لا تسمح لهم أن يتقدمنا ولذلك يجب علينا إزالة كل هذه العوائق يجب علينا أن نعمل على الأصعيد المختلفة سعيد الوطني دون الوطني أيضاً من أجل وصول إلى المساوات يجب علينا أن نعمل أيضاً لا يمكننا أن نقبل بالتسامح بالنسبة للعنف ضد النساء نرى مثلاً أن في بعض البلدان هناك نسبة خمسين بالمئة وأكثر من النساء تعرضنا إلى التحرش الجنسي وتعرضنا إلى العنف فيما كان العمل لا يمكننا أن نتسامح مع ذلك وذلك شيء غير مقبول يجب علينا أيضاً أن نضع القواعد يجب علينا أن نضع القواعد يجب علينا أن نضع السياسات والقرارات المختلفة أيضاً من أجل مساعدة النساء شكراً شكراً نعم 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 هناك شيء واحد ثلاثين 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 وقد مع فرنسا ومع منظمة الصحة نعم نعم شكراً شكراً جزيلاً أريد أن أشكر لدكتورة ماريام من المغرب وأنا لدينا الكثير من العمل الآن أريد أن أشكر الدكتورة بيزان أيضاً للمساهم أريد أن أشكر كي روبا أيضاً وأريد أن أنهي وأقول أن ما قلته بالنسبة أن المشكلة هي لا تتعلق بالنساء. يجب علينا أن نعمل على القواعد الاجتماعية التي لا تسهل الحياة للنساء. وشكرا جزيلا لمداخلتك ولنساطي الكلمة لأنا. شكرا جزيلا لكم هذه الكلمات فكل موضوعنا كان مهمة جدا لجميع سنكون ساعدنا جدا ونساطي كل هذه المعلومات لتقرير الليهايي لهذه الجزة شكرا جزيلا والآن ساعة الكلمة لسيدة فروج أدفعينا أريد أن أشكر الجميع لكل المداخلات أريد أن أشكركم شكرا جزيلا وأتمنى لكم نهارا سعيدا ساعة الكلمة لسيدة ديفاليبي وماريا ديفاليبي نعم شكرا جزيلا بالنسبة للتعامل المتدير الأولى بالنسبة للأقتصاد الرقمي فإن تأثير الكوفيد كان مهم جدا في كل القطاعات المختلفة والقطاع غير الرسمية ولكن هذه الجائحة يمكنها أن تشكل فرصة من أجل إعادة العمل جزيلا المتوسط في الكلام المتوسطة بكثير من الأشكال وليس لتنامس الأمر المتوسطة مضيطة Maybe the pandemic recovery would be the occasion to improve that and change this dynamic. Paradox sure. The men in the region have the highest rate of women engineers in the world. And STEM graduates in many states are funded by women. In Tunisia, for example, 25 percent, the women disappear in their worst place. However, the importance of care works for women. إلا أنهن ينظفرنا في أماكن العمل نحتاج إلى استراتيجية لدعم دور القطاع الخاص في المنطقة حتى نتمكن من إنعاش الشراكة في المنطقة أكثر مما هو متوفر لحد الآن الاقتصاد يقدم لنا العديد من الفرص على المستوى الإقليمي ولكن مساهمة المرأة ومشاركتها في شركات تكنولوجيا المعلومية والاتصال يجب أن تكون مهمة للغاية وأن العمل الرقمي قد يساعد للخلق عديد من المناصب بالنسبة للمرأة التي تتواجد في حال عزلة وهو ما يعرضها لأعمال التحرش ثم إن المرونة ومحاولة مزج بين الطلب والعرض حتى نتفادى في الحقيقة أعظار في جائحة كوفيد-19 وبالتالي فالمطلوب هو تشجيع المرأة للحضور أكثر على مستوى الشبكات الافتراضية وأن تكون أدوار أفقية وأن تكون أدوار المسؤولية الكبرى بالنسبة للمرأة كرافعة بالإضافة إلى رقمنا والتعول إلى الرقمنا ثم توفر معطيات منفصلة لتحديد الأنشطة والأعمال والأفعال واجب استعمالها لتحسين قدرات المرأة والنسبة للحصة الثانية لدينا بعض الكلمات وخلاصة بالنسبة للمرأة في العالم الأرياض وأن كوفيد-19 كان له تأثير كبير حول تنقل وحركية المرأة التي استعمل في القطاع الزراعي التي كانت تعتمد أساساً على النقل العمومي والمرأة كبير حاجة إلى مزيد من المرأة في العمل في هذا القطاع وأنه لم يتم نسيانه أيضاً في الجداول الثقافية وأن نخصص لها المناطق الجوهرية نعلم أن الجواهر غير موحدة فهناك اختلافات في التعقيدات التي تحتاج إلى الحصول على بيانات ومعطيات ثم الوصول إلى توصيات سياسية في مسألة اتخاذ القرارات والمرأة عليها أن تلعب دوراً مهماً حتى يكون هذا المصار مستداماً وأن تحصل على التمويل لكل مشاريعها ثم في الحصة الثالثة بالنسبة للمرأة والمجال الصحي والرعاية الصحية فإن الجائحة بيّنت وبرهنت على نظرة واضحة لعدم مساواة دور المرأة في القطاع الصحي خصوصاً في مناصب اتخاذ القرارات أو المناصب العلية هناك سياسات يجب أن تحدد الأسباب الجذرية لانعدم المساواة وتفادي الصور النمطية على أساس إحداث أنظمة أكثر مرونة والمرأة يعامل تغيير وليست مستهلك محدد فقط بل هي أيضاً عنصر بالتغيير والمرأة لا يتم تقييمها في هذا القطاع بالمكان التي تليق بها وبالتالي يتعين تضمينها في مناصب اتخاذ القرارات وأيضاً أن تكون إذا كانت المصالح أو الخدمات مسيرة من قبل النساء وأن لا تقتصر فقط على مثلاً أقسام الولادة عادة ما تقدم المرأة فوائد للقطاع السياسي ومسألة التمكين ببعض ومسألة التمكين بخصوص الظروف شروطي عمال أو عاملات القطاع الصيخي، وبناء الناس يجب أن نركز على تنوعي أخرى من الناس لتحسين الظروف عملهن. شكراً جزيلاً للجميع وشكراً لسيدة مريضة إليبين على هذه الملاحظة الخاصة برفع هذه الجلسة. جزيلاً شكر لحسن استماعكم وأعتقد أننا في الاجتماع المقبل في بداية منتظى المرأة على أساس أن نلتقي جميعاً وأتمنى لكم بقية يوم سعيد ويوم عالمي للمرأة يوم سعيد يوم ثامن مارس وشكراً جزيلاً وإلى اللقاء.